مساء الخير سرايا المقاومة في قوى الرابع عشر من آذار اعترفت أخيرا بجدوى السلاح الإيراني وأهمية الدور المقاوم في وجه العدو الإسرائيلي حدث ذلك في لبنان فحزم المقاومون أمرهم وتوجهوا إلى الجهاد في غزة برا عبر العريش المصرية ولو قدر لهم ومن فرط حماستهم لأقلعوا على متن رحلة لأيوب إيرلاينز زهرة القوات جراح المستقبل أمين اليسار السابق ثلاثية نيابية دخلت قطاع غزة وثمت من رجح تسللها عبر الأنفاق لتحقيق التجربة المناضلة طريق فلسطين مرت من معراب والقوات اللبنانية العربية قدمت تاخيرة زهرتها إلى الأرض المحتلة والمحاصرة أما الكتائب فقاطعت لأنها اختلفت مع الوفد على الطريق وقررت أن تحج زحفا زحفا نحو القدس عبر الجنوب لغزة لكون القطاع طرفا من طرفي المعادلة الفلسطينية ثلاثة نواب وتسعة صحفيين جالوا في غزة معتمرين كفية أبو عمار الذي خرج من قبره اليوم مرحبا هم عينوا صواريخ الفجر وكادوا يخرقون الهدنة بإطلاقهم صاروخا نحو إسرائيل لكنهم نأوا بالنفس واستعادوا عن الحماسة بلقاء حماس ومجلسها التشريعي ورئيس حكومتها اسماعيل هنية وأزاروا منازل مهدمة وبعض المواقع المدمرة تواصل الوفد مع بيروت على مدار الساعة وعلى السمع تخدر الفارس السعيد ورودته نفسه عن موفاتهم عبر سفن كسر الحصار أما اليساري العطيق ليس عطلة فقد فاته قطار الرحلة بعدما أخذه النوم وحرمه النضال وبمعزل عن سياقها ودمغة عروبتها التي أرادتها قوى الرابع عشر من آذار رسالة لخصومها فإن الزيارة في حد ذاتها هي فعل إيمان وتضامن وجب على كل وطني تجري في عروقه دماء فلسطين لكن إذا كانت جولة الوفد اللبناني على غزة اليوم سعت لشكر إيران على سلاحها وتضامنت مع المقاومين وأثنت على عملهم البطولي فإن الأقربين كانوا أولى بالمعروف وتاريخ لبنان يقول إن إسرائيل اعتدد عليه واشتاحته ست مرات ولم يلجم هذه الاشتياحات إلا رجل من هذا الزمان اسمه حسن نصر الله فلماذا لم يحظى بزيارة امتنان ولو من باب كسر مزراب العين فسلاحه هو إيراني المنشأ كما غزة ورجاله مقاومون كما أبطال القطاع وأرضه كانت محتلة ولا يزال جزء منها تحت الاحتلال لكن الكنيسة القريبة لا تشفي وعلى الرغم من كل هذه التساؤلات مباركة زيارة أرض غزة ومشكورة مساعي الوفد وانقصد القطاع للرد على زيارة لارجاني ولخلق توازن مع حزب الله كما أعلن الأمين فارس سعيد قوى 14 من آذار التي تقاطع كل منتجات الحكومة لم تقاطع أكلها وعند البطون تضيع المقاطعات فبعضهم لبى دعوة الرئيس نبيه برري إلى غداء في عين التيني على شرف الرئيس الأرماني رفضوا جلسات مجلس النواب وطاولة الحوار ووافقوا على طاولة الطعام ترجمة نانسي قنقر